والحقيقة أن دي واحدة من أخبس الحياة للنفسية اللي ممكن يستخدمها النرجسي عشان يسيطر على ضحيته في نوع كده من الناس بتلاقيه بيعرف يتعامل كويس جدا مع الشخص النرجسي وبيعرف إزاي يوقف النرجسي عند حده ويخليه يعمله ألف حساب النوع ده من الناس اسمه في علم النفس الأويكة أو شخصية المتعاطف الزكي بيسموه قاهر النرجسيين النوع ده من الشخصيات بيعرف كويس جدا يتوقع العيب النرجسي ويتوقع تصرفات النرجسي قبل حتى ما تحصل وده بيخلي النرجسي يبقى واقف مكانه مستغرب وفي حالة زهول جنيه وبيخافش أبدا من ردة فعل حده ده اللي بيخلي النرجسي ينقهر من النوع ده من الشخصيات فلو عايز أنت تكون شخصية الأويكة وتعرف إزاي تسيطر على الشخص النرجسي وتخليه يعمل لك ألف حساب يبقى فيه ستة تصرفات لازم تنفزه التصرف الأول هو أنك تحافظ على أهدوك من أهم الحال اللي بيستخدمها معاك الشخص النرجسي عشان يسيطر عليك هو أنه يخليك تفقد السيطرة على أعصابك ويحاول يستفزك بأي كلام لحد ما يخليك تتعصب ويمسك عليك غلطة وإن عايزك تتأكد مية في المية أن أي حاجة بيحكيها لك النرجسي مش هيال حقيقة يعني هتلاقي بيرمع لك أي اتهام أو يهينك بشكل مباشر أو غير مباشر عشان بس يخليك تفقد السيطرة على نفسك وعلى أفكارك في ضعفك عشان كده إياك أنك تسمع لكل كلمة وتصحح له كل كلمة هو بيقولها عنك لأنه هو عارف كويس جدا هو بيعمل إيه وكل ما حاولت أنك تدافع عن نفسك هتلاقي بيمنعك من أنك تدافع عن نفسك بأنه يجي مع لك أكتر ويستفزك أكتر الشخص النرجسي مش هيبطل أبدا أنه يتعامل معك بالطريقة دي فهتلاقي نفسك معاه مش عارف الضربة جاية لك منين فمش منطقي أبدا أنك تحاول تصد كل الضربات دي بأنك ترد على كل كلمة بيقولها لك وتحاول تصحح له لأنه ده هو أكتر حاجة تستهلك طاقتك وتخليك تحس بالتعب وتبدأ تستسلم له فكل طلبه منك هنا هو أنك تعمل عكس مع عقلك بيقول لك يعني ما تديش رد فعل الكلامه أبدا أنه تبقى عارف أنه كل كلامه هو فخ عايز يستفزك من خلاله عشان يمتص طاقتك ويدعافك فخليك بارد جدا معاه أعصابك هادية نظراتك فيه أعلى مبالاة لغة جسدك مرتاحة وهنا يعرف فورا أنه فيه حاجة غلطة هو كل اللي بيبمنى أنه يستفزك عشان يسيطر عليك لكن لما يتفاجئ أنك تغيرته بقيت صلب زي الصخر فهنا هيبدأ يفهم ويستوعب أن التعامل معاك بقى أصعب بما هو يتصور ودي أول حاجة هتخليه يعمل لك ألف حساب التصارف الثاني اللي هيخلي النارجيسي يعمل لك ألف حساب هو أنك تحافظ على مساحتك الشخصية وانت معاه لأن الشخص النارجيسي هتلاقيه دايماً بيتعدى على حدودك الشخصية والحقيقة أنه دي واحدة من أخبس الحياة للنفسية اللي ممكن يستخدمها النارجيسي عشان يسيطر على ضحيته هتلاقيه بيحاول شوية شوية أنه هو يتعدى على حدودك ومساحتك الشخصية زي مثلاً أنه يفتح باب قطتك من غير استئذان يدور في حاجتك اللي تخصك ياخد تليفونك ويفتحه من غير ما يستأذن يعني هتلاقيه بي رأبك طول الوقت ويسيطر على مساحتك الشخصية واللحظة اللي هتسمح فيها النارجيسي أنه يتعدى على حدودك هي اللحظة اللي مش هيكون عندك فيها أي سلطة على تفكيرك لأن حدودك هي اللي بترسم وتكون شخصيتك يعني طول ما مساحتك الشخصية حرة طول ما أنت مستقل وتفكيرك سليم ومواضح ودي هي الحاجة اللي مش ممكن يسمح لك بها النارجيسي أنك تحصل عليها فهتلاقيه دايماً بيتعدى على حدودك الشخصية عشان يضعف شخصيتك ويخليك ما تبقاش عارف الصحة من الغلط وبالتالي يقدر أنه هو يسيطر عليك بسهولة أو يسيطر على قرارك عشان كده أهم حاجة لازم تعملها مع الشخص النارجيسي هو أنك توقف عند حده بأنك ما تقبلش أبداً أنه يتعدى على حدودك ما تترددش أبداً أنك تقول له أنا مش موافق على تصرفك ده مهما حصل فخليك فاكر أن كرمتك وحريتك وخصوصيتك خط أحمر وده هي خليه تأكد أنك مش صدى سهل أبداً والشيء ده هو اللي يخليك ترجع تفكر بطريقة سليمة وتعرف إزاي تتعامل معاه بشكل أزكى ثالث حاجة واللي هتحميك من الشخص النارجيسي وهو أن لازم يكون فيه شخص جنبك بيدعمك نفسياً سواء صديق مقرب أو طبيب نفسي أو حتى مجموعة أصدقاء من أخطر الحاجات اللي ممكن تعملها في حق نفسك هو أنك تحسر كل تعاملاتك في الحقيقة بس مع الشخص النارجيسي ما فيش شك أن تعاملك مع الشخص النارجيسي هو أمر مرهق نفسياً وأغلب الأوقات هتلاقي نفسك محتاج لحد يقف جنبك لأن العلاقة مع النرجيسي الفترة طويلة من غير ما تلجأ لمساعدة حد فده يعتبر انتحار نفسي وممكن جداً أن ده يوصلك لمرحلة متقدمة من الاكتئاب فلازم تحط في بماغك أنها معركة طويلة بتأثر على أغلب جوانب حياتك وبتوصلك لمرحلة أنك تموت جواك الرغبة في أنك حتى تعيش عشان كده مهم جداً أن يكون في حد جنبك قريب منك تقدر أن أنت تلجأ له ولازم تعرف كويس أن أنت مش لوحدك وأن في ناس كتير جداً عدوا بنفس تجربتك دي فلازم تصقف نفسك أكتر وتعرف إزاي تتعامل مع النوع ده من الشخصيات وبكده مش هتحس أبداً أنك وحيد والشعور ده هو أهم شعور أنت محتاجه عشان تعرف تتعامل مع الشخص النرجيسي أما التصرف الرابع اللي لازم تعمله مع الشخص النرجيسي هو أنك لازم تخليه تفعلك مقابل للحاجة اللي أنت هتقدمها له قبل ما يحصل عليها منك ودي نفس الطريقة اللي بتعامل بها شركات الطيران مع زبينها يعني الخدمة اللي بيقدمها لك أنت بتدفع تمنها قبل ما تحصل عليها يعني هتدفع تمن تسكارت الطيارة قبل ما تسافر يمكن كمان بياخدوا منك تمن تسكارت العودة قبل حتى ما تتحرك من بلدك وإذا حاولت تغير معادة الطيارة بيخب منك شرط جزائي فوق تمن التكت الأصلي عشان بس يغير لك معادة الطيارة ودي بالزبط هي نفس الطريقة اللي عايزك تستخدمها مع الشخص النرجسي لأن النرجسي شاطر جدا في أنه هو يرسم لك أحلام ويدي لك وعود كميرة ويعيشك على الأمال والكارسة هنا بأنه بيعتبرش نفسه ملزم بالوعود اللي ادها لك دي هو هنا كل هدفه أنك تسمع كلامه وتمشي زي ما هو مخطط فوقت في بماغك دايما أنه يعوده لك في المستقبل هي مجرد هروب فما يغرقش أبدا كلامه لأنه هو عادة بيجزب على نفسه قبل حتى ما يجزب على غيره عشان كده خلي دايما الدافع معي يكون مقدما يعني مثلا لو أنت مرتبطة بشخص نرجسي وعدك أنه هو يقدم لك حاجة مؤمة جدا أنت محتاجاها لو ساعدتيه في المشروع بتاعه فكل اللي عايزه منك هنا أنك تلزميه أنه يثبت لك وعده ده وما تنفزيش حاجة من طلباته قبل ما يكون معاكي الإثبات ده على ورقك فخليك مصر على موقفك مع النرجسي وإلا هتلاقي نفسك في موقف صعب جدا بعد ما يكون أخب منك كل اللي هو عايزه رقم خمسة لو كنت في علاقة عاطفية مع شخص نرجسي ما تتوقعش أبدا أن علاقتك بي تكون علاقة عميقة للأسف على قد من نرجسي هو شخص مؤذي لكن في نفس الوقت هو شخص جذاب لأنك بتلاقي وصك من نفسه قيادي مسيطر تقيل عاطفيا والشيء ده هو الفخ اللي النرجسي بيوقع فيه ده حياة فلو لقيت نفسك توردت في علاقة عاطفية مع شخص نرجسي فلازم تعرف أنها مش هتكون العلاقة الطبيعية اللي أنت بتتمنيها والسابق الرئيسي أن النرجسي ما بيمتلكش صفة التعاطف يعني آخر همه أنت حاسس بإيه أو مش بياخد باله أصلا أنت محتاج لإيه فلو كنت مضطر في يوم الأيام أنك تكون في علاقة مع شخص نرجسي فتأكد أن عمره في حياته ما هيفضلك عن نفسه ومستحيل أنه يحس معك أي شعور عاطفية عميلة فخلي بالك الشخص النرجسي مش هيتغير أبدا عشان خطر حد فأوة عتدخل معاه في حرب اعتقدة منك أنك ممكن تكسب الحرب دي وتغيره عشان كده لازم تعمل التصرف الأخير وهو أنك تتعلم إزاي تستخدم معاه فن التجاول لازم تعرف أن النرجسية هي المرض النفس الوحيد اللي المصاب ما بيحسش فيه بأي أعراض في نفس الوقت اللي حاوليه هم اللي بيعانوا من المرض ده عشان كده أهم نصيحة قدر أقدمه لك النهاردة هي أنك على قد متقدر تتجاول النرجسي لأن النرجسي هو شخص عايش في جزيرة خاصة به وما بيشوفش الدنيا إلا بمنظوره هو بس الجزيرة الوقمية اللي هو صنعها لنفسه دي هي اللي بيشوف من خلالها كل شيء بالطريقة لتناسب مصالحه يعني الحقيقة والمنطق وحتى الحاجات اللي انت بتشوفها بداهية هيتجاهلها لو كانت بتتعارض مع مصالحه وملزاته الشخصية فما تتوقعش أبدا أنه يفهم وجهة نظرك لأنها بالنسبة له ولا حاجة بالعكس ده ممكن تلاقيه ديقل بوجهة نظرك دي لصالحه بمعنى أن أي حاجة بتقولها له هتلاقيه بيستعملها ضدك يعني هتلاقيه بيستني لغلطة واحدة عشان بس يلغي لك كل حاجة انت عملتها فالتعامل معاه هو أكنك بتبني بيت من الرمل على شط البحر في ثانية الموج ممكن يهده أما مشاعرك وطموحاتك وحياتك كلها بالنسبة له لا شيء إذا تعرضت مع مصالحه فما تضيعش وقتك في حالة لو ما كنتش أنت مضطر أنك تتعامل معاه لكل الأسف في ناس النرجسي ده ممكن يكون ضمن دائرتهم القريبة بتربطوا فيه علاقة ما يقدرش أن يفكها بسهولة يعني ممكن يكون قريبة أفوق زوجك زميل في الشغل واضطر أنك تتعامل معاه يوميا المشكلة أن التعامل مع النرجسي عام زي أكنك بتتعامل مع دين مرمبيه في بيتك فأي لحظة ممكن تغلط فيها معاه تعبقع أنه يأكلك ويتعشى بيك وعشان ده ما يحصلش لازم تاخد بالك من كل كلمة في الفيديو ده باتمنالكم حياة مليانة بالسعادة والتفاهم بعيدة عن النرجسيين سلام شكرا شكرا